موسيقى تحية لكم مشاهدي الاخبارية سوريا أينما كنتم إلى هذه الطاطية المباشرة التي نرصد فيها مخرجات اجتماع أستنى كيف يتم النظر إلى هذه المخرجات كيف سيكون التأثير على حوار جنيف المقبل في جولته الرابعة المقرر حتى الآن في الثالث والعشرين من الجاري ومتابعة لهذه التطورات نرحب في الاستوديو بالأستاذ نعيم أقبيق البحث في القانون الدولي الإنساني أهلا بك أستاذ نعيم مساء الخير أهلا وسهلا فيك والأخوة المشاهدين وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من سام بيترسبرغ الأستاذ مسلم شعيته مدير المركز الثقافي الروسي العربي أهلا بك أستاذ مسلم أهلا بك أهلا بك مساء النور أبدأ معك أستاذ نعيم كيف ننظر إلى مخرجات اجتماع أستنى لم تخرج وثيقة أو بيان ختامي كيف تقيم ما جرى خلال هذا الاجتماع يعني هو الاجتماع كما تقولي اجتماع وليس مؤتمر هو عبارة عن اجتماع من أجل وقف إطلاق النار من أجل التفاهم مع من حمل السلاح ضد الجيش العربي السوري على الأرض السورية من أجل الانتقال إلى العملية السياسية إذن مهما تكون هي خطوة باتجاه جينيف باتجاه اللقاء الذي سيتم الحقيق الكبير في جينيف فبالتالي هو كما جاء في القرار 2336 الذي صدر يوم 31-12 عام 2016 بأن اجتماعات أستانى هي خطوة نحو إحلال السلام في سوريا يعني ليس هو نهاية المطاف لكن هو عبارة عن تمهيد للمؤتمر الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة كما نص القرار 2254 بأن المؤتمر الذي يتم برعاية الأمم المتحدة وهي التي تسير اللقاء ما بين السوريين يعني هكذا جاء بنص القرار 2254 الذي هو دستورنا في هذه المرحلة نتعامل معه يعني أنا تلاحظي أني أتيت على استوديو معي أتي معي بأدواتي الأدوات هي القرارات الدولية 2336، 2254، 2268 فأنا متقيد بحرفية نص القرارات الدولية لأنني ملتزم بهذه القرارات كدولة وكرجل قانون لا أتكلم خارجها نحن نقول بأن الاجتماعات التي تمت في أستانا هي خطوة لكن هناك كان محاولة جادة لإفشال هذا الاجتماع من قبل الجانب التركي من عدة نقاط النقطة الأولى تصغير مستوى التمثيل يعني احتجاج بأن هناك وفد يقوم بدول الخليج هذا ليس بزريعة لمثل هذا اللقاء في الأستانا خاصة أن هناك جهود كبيرة بزلتها كزاخستان وروسيا وروسيا وإخوتنا الإيرانيين فهذه النقطة والتانية تأخر عن القدوم يعني هذا التأخر وتصغير صفة الممثلين أيضا بفصائل مختلفة عن اللي كانت في أستانا واحد يعني كمان هذه نقطة ثانية هناك محاولة كان لإفشال هذا الاجتماع أريد أن أتوسع فيما يتعلق بالتركي والدور التركي وحقيقة النواية التركية ولكن أبقى في ذات النقطة التي كنت تتحدث بها أستاذ نعيم وأن قلها لأستاذ مسلم أستاذ مسلم إذن لم تصدر أي وثيقة أو بيان ختامي عن اجتماع أستانا كيف تقيمون النتائج المخرجات التي جاء بها اجتماع أستانا 2؟ مساء الخير إليك ولمشاهدينك ضيفك الكريم يعني أستانا 2 هي تراجع عن أستانا 1 وتراجع هذا واضح تماما بسبب المماطلة التركية وهو نتيجة لوهم تركي مجددا بأنها قد تكون لاعبا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط بعد التصريحات الأمريكية النارية التي لن تترجم على الأرض ولن تستطع ترجمتها على الأرض القيادة الأمريكية الجديدة إلا انطلاقا من مصالحها ومصالحها الضيقة جدا عكس ما تدعيه إذن تركيا تحاول الاستفادة مجددا وبالضغط عبر استعمالها لأستانا حيث أنها تأخرت عن الاجتماع كما قلتم حضرتكم في الستوديو بالإضافة إلى طبيعة الوفد والشعارات التي رفعت وهي شعارات حطابية وليست شعارات يمكن طرحها لإنتاج وسيقة سياسية أو بالأحرى وسيقة عملتية أمنية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار إذن التركي بدأ يراوغ ولكن هنا لا يستطيع الاستمرار بهذه المراوغة المماطلة بانتظار ماذا أستاذ مسلم هذه المماطلة التركية محاولة العرقلة محاولة التعطيل التي تجسدت خلال اجتماع أستانا 2 كما تحدث تخفيض مستوى التمثيل التركي عدم الوصول بالوقت المحدد بالتالي تأخير الاجتماع كل هذه المماطلة التركية بانتظار ماذا نتحدث عن انتظار لتوجهات الإدارة الأمريكية الجديدة نعم الانتظار هو له لسببين أولا ما قد برأيه أن الإدارة الأمريكية قد تسلق سلوكا يتماشى أو بالأحرى ومصالح أو بالأحرى وأهداف القيادة التركية ثانيا هناك مماطلة اعتقادا من التركي أنه يحقق إنجازات ميدانية في منطقة الباب أو في الطريق إلى الرقة ونحن نعتقد أن ذلك ليس في صالحه هذه المماطلة لأنه أثبت كل الأحداث في سوريا أن المشروع التركي فشل بتحقيق أحلامه العثمانية ولكنه نجح في التدمير والخراب والسلوكات هذه الانتظارات أو بهذه الأحرى المماطلة ويدفع بشكل مباشر أيضا شعارات مختلفة بإدخال بعض الأنظمة العربية والدول العربية إلى المفاوضات كلها من أجل كسب الوقت للاستفادة منها لاحقا إما في أستانة الثلاثة أو أيضا في مؤتمرات أخرى قد تكون جينيف لتحسين مواقعه بالمفاوضات حيث خسر في الميدان بعد معركة حرب المعروفة نقول هذه الفكرة إليك أستاذ نعيم إذن نتحدث عن مماطلة تركية محاولة للعرقلة للتعطيل لإفشال مسار هذا الاجتماع نعلم أن هناك اجتماع آخر اجتماع في أستانة مقرر بعد شهر من الآن هل يعمل التركي على التصعيد خلال هذه المرحلة كما كان يتحدث الأستاذ مسلم تصعيد الإرهابين تحدث وبالتالي أي نتائج خرج بها اجتماع أستانة واحد وأستانة اثنين اليوم سوف تكون فإذن رهينة الجددة من قبل الجانب التركي بالتالي هل سيلتزم في التطبيق ولم يلتزم سابقا أساسا يعني هو لم يلتزم حتى في القرار الفينمية واثمانوة سبعين فيما يتعلق بتسلل الإرهابيين هذا القرار الذي صدر عن مجلس الأمن وكان الوفد الأمريكي برئاسة الرئيس أوباما والذي طرح موضوع المقاتلين الأجانب وطلب من جميع الدول الامتسال لكن هو مثل القرار الفينمية واثمانوة ثلاثة وخمسين لم يضع له آلية للتنفيذ على الفصل السابع لإلزام هذه الدول بتطبيق هذه القرارات تركيا هناك تنسيق واضح ما بين الجانب الصهيوني وتركيا للأسف في الأردن يعني التصعيد الذي يتم في الجنوب بعد ذهاب وفد أردني كمراقب إلى أستانا هذا مرتبط في بعضه البعض يعني هناك ورقة إسرائيلية صهيونية هي التي يحاولون تمريرها بعرقلة اجتماع أستانا 2 من أجل الاتفاق على نقاط تكون تمهيدا لجينيف يعني نحن منذ البدء كنا نقول بأن جينيف ثلاثة لن يعطي نتائج المعول على جينيف أربعة الذي سيكون بمعطيات جديدة وبأشخاص مختلفين هل لا أي مراقب بلاحظ أن الدولة السورية من بداية الأزمة إلى اليوم لم تغير خطابها من غير خطابه هو الطرف الآخر والدول الداعمة والراعية هي اللي تغير خطابها الدولة السورية مستعدة أن تذهب إلى آخر الكرة الأرضية إلى آخر نقطة في العالم من أجل السلام والأمن لشعبها الدولة السورية سابتة على مواقفها تريد السلام لشعبها تريد الأمان لشعبها فبالتالي هي ذهبت قد يسأل السائل كيف تجلسون على طاولة مع إرهابيين وأنتم كنتوا تقولون بأن هؤلاء إرهابيين نحن نقبل على مضض إذا كان هذا يحقق الأمن والسلام للشعب السوري الدولة السورية هكذا تفكر دائما كالأم مع أبنائها فبالتالي محاولات إفشال أستانا ظاهرة تماما من الجانب التركي ومن الجانب الإسرائيلي يعني اللقاءات التي تمت يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ما بين الإدارة الأمريكية الجديدة والكيان الصهيوني هذه اللقاءات نعكست بشكل واضح وظاهر تماما على لقاء أستانا 2 أنا أقول لكن كان هناك نتائج إيجابية هي المباحثات التي تمت ما بين الوفد الجمهورية العربية السورية مع وفد الاتحاد الروسي ومع وفد إخوتنا الإيرانيين يعني كان هناك جلسات من المباحثات كانت تمهد الطريق لجينيف 4 الذي سيكون في 23 شهر كما أعلن المبعوث الدولي للأمم المتحدة عن عقده فبالتالي نحن ننتظر جينيف 4 لنرى ما سيكون هناك من عرقلات هل سنستطيع التغلب عليها؟ طبعا سنستطيع التغلب عليها لأن هناك إرادة من قبل الدولة السورية مستمدة من الشعب السوري ومستمدة من قائد سوريا بأن نتساعد من أجل أن نحل هذه المشكلة بالنسبة للشعب السوري كشعب وكقيادة وكجيش صمود الجيش ونضال الجيش هو الذي ينعكس أيضا سينعكس على جينيف 4 وأبقى في ذات النقطة واليوم رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع أستنى دكتور بشار جعفري قال إن اجتماع أستنى 2 ما هذا الطريق أمام انعقاد مؤتمر جينيف القادم والذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مخرجات أو نتائج اجتماع أستنى 2 وأستنى 1 قبل ذلك بحيث تكون هذه المخرجات في صلب عمل اجتماع جينيف القادم مخرجات اجتماع أستنى أستاذ مسلم كيف سوف يكون انعكاسها وتأثيرها من خلال جولة جينيف القادمة نعم من أستنى 1 وأستنى 2 كان هناك هدفا واضحا وضعته القيادات خاصة سوريا وإيران وروسيا وهو وقف اطلاق النار ما بين فصائل تم التنازل واعترف بها أنها معتدلة والانفصال عن المجموعات الإرهابية ومحاربة المنظمات الإرهابية هذا تم بعد اعتراف تركيا بأن جبهة النصر هي جبهة من المنظمات الإرهابية إذن هذا الهدف الذي وضعته أمام هذه الكوى المتحالفة وهو مصارعة الإرهاب ووقف اطلاق النار هو ما سينتقل به إلى جينيف على خلفية مصالحات واسعة تشمل مناطق كثيرة في سوريا وانضمام فصائل أخرى لوقف اطلاق النار والتزام هذه الفصائل بالانفصال عن المجموعات الإرهابية ومحاربتها لاحقا هذه بضمانة تركية إذن هناك انتزاع من التركي ومن هذه الفصائل بأنها اعترفت أنها كانت تتعامل أو تندمج مع هذه المنظمات الإرهابية ووافقت على الانفصال عنها ويجب أن تعمل من أجل الصراع مع هذه المنظمات هذه هي المخرج الأساسي الذي حاولت كما قلت سوريا وإيران وروسيا تبنيه من قبل المؤتمر للذهاب به إلى أستانا على أن يرفق ذلك بوقف اطلاق النار وإجراءات محددة لمراقبة وقف اطلاق النار برعاية روسيا وتركيا وإيران مباشرة إذن انطلاقا من ذلك تكون هذه الصيغة هي الأساس في بداية الحل في سوريا الذي سيطرح في أستانا طرحات سياسية معينة على خلفية وقف اطلاق النار وتنظيم عملية محاربة الإرهاب والتي شرعتها ليس الأمم المتحدة فقط حتى اللقاءات الثلاثية التي عقدت بين تركيا وروسيا وإيران وهي نقاط هامة أقولها الأستاذ نعيم المسألة التي تحدث عنها الأستاذ مسلم مسألة تثبيت اتفاق وقف العمال القتالية اتخاذ إجراءات رقابية حول ضبط الخرقات التي تتم من قبل التنظيمات الإرهابية مسألة الفصل أيضا بين المجموعات المسلحة التي وقعت على الاتفاق عن المجموعات التي رفضت على توقيع الاتفاق كل هذه المسألة هل سوف يتم التزام بها؟ وهنا نتحدث عن الضامن التركي لهذه التنظيمات الإرهابية وبالتالي إن تم التزام بها وهو كما تحدثنا لم يتم التزام بها طيلة الفترة الماضية كيف سيتم البناء عليها في جولة جينيف القادمة؟ يعني دائما أي خرق لوقف إطلاق النار يجب أن يرد عليه فالدولة السورية والجيش العربي السوري كما سمعنا من خلمة سعادة السفير السوري بأنه سيرد عليه يعني هي الضامنة كانت الدولة التركية لهذه التنظيمات تأتي تحت رأيتها بالأساس ذهبت إلى أستانا يعني هي التي جمعت التنظيمات التي تعمل بأمرتها فبالتالي هي الضامنة أمام أصدقائنا بالاتحاد الروسي الذين سعوا إلى إقامة مثل هذا الاجتماع في أستانا إذن هناك سلاس دول ضامنة لكن هذا الضامن لهذه التنظيمات الإرهابية وهو التركي يماطل ويعرقل ويواصل تصعيده الإرهابي على الأرض وعدوانه على الأرض السورية فإذن كيف سيتم الالتزام بتطبيق هذه المخرجات اليوم؟ يعني أنا ما بتوقع أنه سيكون فيه التزام ما بتوقع بالأيام القادمة سيكون فيه التزام يعني بكفي هو الضامن بالذات هو داخل على أراضينا بشكل غازي يعني هو بتواجد على الأرض السورية بدون موافقة الدولة السورية فهو يمارس عدوان وعدوان مستمر ليس عدوان آني يعني عدوان مستمر وهذا بحمل المسؤولية الدولية يعني مفروض بداية إذا كان هو فعلا ضامن إذا كان هو فعلا ضامن عليه أن ينسحب منه على الأرض السورية لأنه هو غازي نحن من حقنا حتى أن نرد عليه بدخوله إلى الأراضي الجمهورية العربية السورية لاحظنا أن الطائرة الروسية لم تدخل الأجواء التركية مجرد على الشريط الحدودي قاموا بقصفها فبالتالي هم يرتكبون عدوان بحق الجمهورية العربية السورية أنا بهذه المرحلة لا أسق بالجانب التركي لا أسق لا بضمانته ولا أسق بمواقفه وهو يبحث عن مصالحه ويبدو أن تواصله مع الإدارة الأمريكية يعني مثل ما بيقوله بالعامي أخذ نتر جديد يعني أخذ دعم بعد التقارب مجددا مع إدارة التعامل من أجل مشاريعه وأحلامه التي يسبو إليها يعني نحن أطمعهم بالشمال السوري خاصة يعاد الطرح ما يسمى بالمناطق الأمنة تحدث عن أردوغان خلال جولتو الخليجية يعني هي موضوع المناطق الآمنة موضوع ما يتطبق بالحالة السورية المناطق الآمنة تكون بحرب بين دول وتأتي دولة ثالثة تفرض قواتها العسكرية وتحمي مناطق معينة باتفاق الأطراف المتنازعة نحن ليس عندنا حرب مع دول نحن عندنا حرب مع عصابات ممولة ومدعومة وتنفذ أجندات لدول يعني هي التي تمول يعني دائما أنا أسأل أي تنظيم أي شيء من يمول اليمول هو الذي يطرح الأجندة فهذه التنظيمات تمول من دول تنفذ أجنداتها لكن نحن لا يوجد معنا بالمبدأ القانوني لا يوجد هذا المبدأ يعني المادة السبعين التي نص عليها بروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جينيف أن تأتي دولة محايدة وتقوم بمناطق آمنة على الدولة للدولة التي فيها نزاع دولي وليس نزاع داخلي نزاع دولي نحن حتى ليس نزاع داخلي يعني نحن عندنا ناس سوريين حملوا السلاح خارجين عن القانون عندنا مرتزقة قادمين من دول غربية لا يحملون الجنسية السورية لأن المادة 71 من البروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جينيف عندما عرفت المرتزقة عرفته المادة 49 عفوان عرفته بأنه من لا يحمل جنسية دلك الدولة ولم يأتي بناء على طلب تلك الدولة أو موفد من دولته يعني هذا حتى يكون هو مرتزق كذلك الاتفاقية التي وقعتها الجمعية العامة عام 1989 أيضا حددت من هو المرتزق تنطبق الشروط بالمادة واحد ومادة اثنين من اتفاقية الأمم المتحدة على كل من يدخل إلى الأراضي الجمهورية على السورية ويحمل السلاح إلى جانب جريمته بدخول الأراضي بشكل غير مشروع حمله السلاح يأخذ صفة المرتزقة فبالتالي مناطق آمنة لا تطبق في مثل هذا النوع من الحدث أو الصراع إذا حبينا أن نسميها لأنه ليس حرب مع دول فبالتالي هذا الكلام طرح عبارة عن أطماع من أجل أن يسبت الإرهابيين ويجعل لهم قواعد داخل الأراضي السورية برعاية دولية ويمدهم بالزخيرة والسلاح ليقوموا بالاعتداء على بلدهم وعلى عدوان على قيادتهم السياسية وعلى شعبهم فبالتالي بالنحيس بوجهة نظر القانون الدولي لا يمكن إقامة مناطق آمنة بمثل هذا الصراع لأنه بروتوكول الملحق الثاني باتفاقيات جينيف الخاص بالنزاع الذي ليس له طابع دولي لم يأتي على ذكر المناطق الآمنة نحن نقول بأن هناك مثلا مكان استشفاء مستشفايات يكون عليها علم عليها ميزة هذا طابع دولي لكن بمس حالتنا لا تطبق المناطق الآمنة إلا الذي كان يطالب بها له أطماع من خلالها له أهداف له غايات يريد أن يحققها من خلال مثل هذا الطرح أود إليك أستاذ مسلم وتحدثت قبل قليل عن هذه المماطلة التركية كيف سيتعامل معها الروسي أستاذ مسلم نعم كانت هناك رسائل متعددة ممكن يعني ملاحظتها في الفترة الأخيرة هو الموقف الروسي الواضح تماما من رفضه لكل ما يسمينه مناطق آمنة خارج لطاق التنصيق مع السلطة الشرعية في سوريا في دمشق إذن بالإضافة إلى وضع خطوط واندفاع الجيش السوري لفصل منطقة الباب عن منطقة الرقر لإرسال رسالة واضحة أن للتركي حدود بتحركه ضمن هواجس قد تتفهم بعض الأحيان لبعض هذه الهواجس ولكنه لن تسمح له بالامتدال حسب ما هو يخطط نتيجة لأحلامه ثانيا هناك ضغط واضح على التركي من خلال تعاطيه مع هذه المنظمات العسكرية أو المنظمات المسلحة من أجل أن يدفعها للالتزام بوقف إطلاق النار ووافق التركي على ذلك وهو وافق على آلية مراقبة وقف إطلاق النار والعقوبات التي ستتخذ بحق من يخالف وقف إطلاق النار وخاصة نعرف أن الجيوش أو الأحرى المنظمات الغير نظامية هي الأكثر عرضة لخرق وتجاوز المتفق عليه ما بين الأطراف المتنازعة إذن تركيا هي التي تتحمل مسئولية مباشرة عن مراقبة وقف إطلاق النار وخروقات المنظمات ولتركيا حدود واضحة بعدم تخطيها في مناطق سوريا فقط انتلاقا من الهواجس التي قد تسلم بها حاليا الأطراف المصارعة ولكنها يجب أن تكون مؤقتة وليست دائمة وليس هناك أي شكل من أشكال الاحتلال أو البقاء في الأراضي السورية أستاذ مسلم اجتماع قادم في أستنى بعد شهر من الآن بداية كيف تقرأ ذلك عقد اجتماع آخر في أستنى وما الذي سيفضي إليه؟ نعم روسيا بالتعاون مع السلطة الشرعية في سوريا تطمح إلى تحويل أستنى من منطلق لوقف إطلاق النار وتثبيته ومحاربة الإرهاب إلى طرح أفكار سياسية قد تكون بداية لنقاش حل سياسي في سوريا ونحن نعرف أن الوثيقة التي أصدرتها روسيا وأعطتها لفصائل معارضة لم تكن هي دستورا كما كانت تدعي هذه الفصائل بمعنى القانوني للكلمة إنما كانت ورقة من أجل استفزاز هذه التنظيمات للبدء بحوار سياسي أو بالأحرى لنقاش أو لتأتي بورقة قد تكون مختلفة أو مشابهة من أجل بدء الحوار السياسي هذا ما كانت تسعى إليه روسيا وهذا ما تطمح إليه روسيا والقيادة السورية وإيران من أجل دفع عستانة لأن تلعب دورا سياسيا ما بعد تحقيق الوقف إطلاق النار وفصل عن المنظمات بالإضافة إلى أننا لاحظنا أن حتى المنظمات العسكرية المنظمات المسلحة التي أتت بها تركيا من خلال مؤتمر الصحف الذي عقدته اليوم وخاصة مسؤولها كانت هناك انزعاجات ليس فقط كما كانوا يدعون من وقف إطلاق النار أو خارج وقف إطلاق النار كانوا فعلا متوجسين من طرح سياسي كلمة مصالحات كانت تزعج هذه المنظمات لأنها تعني الكثير بالمفهوم الاستراتيجي للكلمة المصالحة هي معنى أن انتقال مجموعات بشرية ومناطق جغرافية من موقع معادي للسلطة إلى موقع مع السلطة وموقع مساهم بالحل السياسي ومشارك بالحل السياسي هذا ما تخشاه هذه المنظمات المسلحة وتحاول تغيير المصطلحات حتى كما قلت ترفض مصطلح مصالحة وكأنها تسعى إلى تغيير ما بالإضافة إلى أنها تسعى بشكل واضح إلى إدخال عناصر جديدة الحوار أو في الأحرى في لقاءات أستانا ومنها الدول العربية هذا يعني أن هذه المنظمات بدأت تعرف أنها وصلت إلى موقع لا بد من الانتقال به إلى الحوار السياسي إلى حوار نحو الحل في سوريا أو مصطلحات للحل في سوريا هي مجبرة عليه وأعتقد أن التركي لن يستطيع التفلد من بحث هذه المواضيع لاحقا لأن جينيف إذا ما عقدت لن تؤدي مهمة أكثر مما أدته أستانا وبالأخرى أستانا ستعود وتكون هي الأساس في الحل سوف أعود إلى مسألة جينيف وانعقاد جينيف لكن في النقطة التي تحدث بها الأستاذ مسلم وهي تحدث عن قرار المشغل لهذه التنظيمات الإرهابية اليوم أستاذ نعيم في ظل المتغيرات في ظل تحولات الميدانية ما بعد انتصار حلب لا أحد يستطيع هذا المشغل لتنظيمات الإرهابية الاستمرار بالمماطلة والرهان على الإرهاب وسط هذه التحولات وتغيير المعادلات الميدانية بعد ما يحققه الجيش العربي السوري نحن دائما نقول أن العبرة للميدان الميدان هو الأساس الذي ينعكس على السياسة يعني صمود الجيش العربي السوري بطولة هالسواعد هالرجال اللي دافعوا عن أراضي الجمهورية العربية السورية وستطاعوا يحروا حلاب مستمد من صمود الشعب صمود القائد أيضا مستمد من صمود الشعب الذي يقف خلفه ويأمن بقيادته وبحكمته كذلك الجيش يعني هذه العلاقة الجدلية ما بين القائد والجيش والشعب الصمود المترابط فيما بين هذه الرموز السلاس يعني قلنا نقول للدولة السورية هذا الصمود هو الذي يؤدي إلى تغييرات ويؤدي إلى تغيير مواقف هؤلاء الداعمين والمشغلين لأنه أنت ملاحظة تماما قديش في تغير بمواقفهم يعني هلا معلش أصدقائنا بالاتحاد الروسي يحاولون استميال الجانب التركي يعني مثل أنا بقول دائما مثل وكنا بالمدارس وكنا صغار كان يأتي الأستاذ ويدور على أكتر طالب مشاغب يحطه على الريف الصف لأنه يعرف كيف يتعامل مع المشاغبين مثله بالتالي اختيار الجانب الروسي للأتراك واستميالهم وهم من الناتو يعني بالأساس ناتو معروفين منهم وارتباطهم لإدارات الأمريكية هذا الطريقة الزكية السياسية الحكيمة لإستميالتهم طبعا حنشوف مخاوزات كتير منهم حنشوف منهم تصرفات لكن بالنهاية هم ملتزمون أمام الجانب الروسي الأتراك ملتزمون السبب هناك مصالح كبيرة لتركيا مع روسيا وهناك مصالح لروسيا مع تركيا هذا اللي يأتي له دور العمل السياسي والتوفيق ما بين مصالح الأقليم ما بين مصالح الشخصية لكن الأتراك يعلون جانبهم دائما مصالحهم الشخصية وهم مستعدين للاستدارة باتجاه مصالحهم الشخصية باتجاه مصالحهم الاقتصادية ممكن أن يستديروا أنا أتوقع من الدبلوماسية الروسية بحكمتها والسياسة الروسية الزكية جدا أن تقوم بالتأثير عليهم بالأيام القادمة نحن سمعنا عن اجتماعات سلاسية بين الدول الضامنة نعم يعني كما قال سعادة السفير الدكتور بشار الجعفري بأنه كان لقاءات بينهم هذا كان هناك مجموعة من اللقاءات مجموعة من النقاط التي اتفقوا عليها ونحن نسق بأن الجانب الروسي ينسق معنا يعني إذا كان وصل مع الجانب التركي لأي اتفاق فهذا الاتفاق يكون بالتنسيق مع الدولة السورية من قبل الاتحاد الروسي فبالتالي أنا أتوقع من الأيام القادمة أن يكون هناك تغييرات كثيرة لكن بدنا ننتبه دائما للورقة الصهيونية يعني لمنطقة الجنوب ماذا تفعل إسرائيل ومن أرسلت إلى أستانا ليمثلها في هذا اللقاء يعني للأسف يعني الوفد الأردني أنا بجد خالف الكثيرين كان يأتي بورقة عمل إسرائيل يعني يذهب كمراقب ليشاهد ماذا يحصل في أستانا دليلي على ذلك التصعيد الذي يتم في الجنوب يعني خلال الأيام السلاسة هناك تصعيد كبير التصعيد مستمر تصعيد الإرهابي مستمر في الجبهة الجنوبية رغم أن هناك مصلحة بفتح المعبر يعني بالنسبة للأردن المفروض يكون هناك مصلحة بفتح المعبر الحدودي نعم أنقل هذه الفكرة لك أستاذ مسلم كيف تنظر إلى الحضور والمشاركة والدور الأردنية الذي حضر بصفة مراقب والذي تزامن كما كان يتحدث الأستاذ نعيم مع تصعيد إرهابي مستمر في الجبهة الجنوبية وتحريك هذه الجبهة الجنوبية من جديد دعم هنا سؤالان الحضور الأردني هو حضور مرحب به من كل الأطراف خاصة أن روسيا كانت تدعو لحضور واسع للدول العربية وتحديدا مصر لما لها من دور مهم في منطقة الشرق الأوسط وموازي أو بالأحرى معادل ويكسر كفة الميزان التي هي ترجح في الوسط الإسلامي لتركيا إذن روسيا تسعى إلى إدخال عناصر جديدة تخفف من حدة التأثير وقدرة تركيا على فرض بعض الشروط وتبنيها للدفاع عن المصالح الإسلامية وكأنها هي الرائع لها هذا واحد اثنين فتح الجبهة الجنوبية هو انطلاقا من قاعدة معروفة إن موازين الكوى على الأرض أو مساحة الكوى على الأرض والمعركة العسكرية هي تفرض شكل طاولة المفاوضات وبالأحرى محيط هذه الطاولة من عدد المقاعد وبرنامج العمل والطروحات التي ستكون موجودة على هذه الطاولة إذن الكل يعرف أنه ينطلق بمواقفه وقدرته على الحوار انطلاقا من مواقعه وقدرته على الأرض ولذلك كان هناك تحريك للجبهة الجنوبية لكي يذهب الأردن على خلفية أنه يمتلك ما يمتلكه على الساحة ويستطيع التأثير على هذه المنظمات من حيث ضبطها أو تحريكها هذه هي كانت الرسالة واضحة لأن لا يكون الأردني وكأنه يحضر بشكل مراقب ومستمع لما يجري أتى ليقول أنه يستطيع أن يؤثر في الجبهة الجنوبية وانطلاقا من ذلك إذن سيحجز لنفسه اعتقادا منه مكانا مهما في التسوية السياسية اللاحقة لكن فقط هذه النقطة يبدو أن الأستاذ نعيم لديه تعقيب على هذه النقطة تفضل أستاذ نعيم يعني دائما نحن منقول طاولة المباحثات أو المفاوضات بيكون فيها أوراق متعددة والمفاوض أو يدخل لمباحثات لا يلقي بأوراقه دفعة واحدة يعني مهما كان عنده أوراق عند الجانب الأردني أو تحدثونا عن ورقة الإرهاب نعم هناك أوراق لدى الجانب السوري أوراق متعددة طرحها باتجاه الأردن باتجاه القواعد التي جعلتها للإرهابيين ومخالفتها للتوصية الصادرة بالجلسة 25 قرار 26 عام 1970 عن الجمعية العامة بأنه لا يحق لأي دولة في العالم أن تقيم على أراضيها معسكرات لتدريب إرهابيين أو حملت سلاح للقيام بعمليات إرهابية بدولة أخرى أو بدولة مجاورة يعني اليوم الكلام الدقيق للدكتور بشار بأن نحن كنا نتأمل من إخوتنا الأردنيين وهي دولة يعني من جلدتنا وجارتنا وتربطنا بها حدود كبيرة أن تكون مواقفها أفضل من ذلك يعني الأمل فيها لأنها يعني عروبي يعني خلينا نقول تكلم ضيفك الكريم عن الجانب المصري أكيد التواجد العربي تواجد جمهورية مصر العربية بأي لقاء مفيد ومهم مصر لدورها في القضايا العربية وتاريخها الحافل بالعلاقات مع الدول العربية ومساعيها دائما لإحلال السلام في سوريا وغير سوريا من الدول العربية معروفة عبر التاريخ يعني أنا أرى بأن طاولة المباحثات لأنه ليس عندنا مفاوضات نحن قد نتفاوض في المستقبل مع الدول الرعية والممولة نحن نذهب إلى طاولة حوار طاولة مفاوضات في جينيف من أجل أن نتحاور فيما بين نحن كسوريين ثم ننتقل إلى دمشق لنتحاور بالمؤتمر العام الذي سيحضر به جميع أفراد الشعب جميع ممثلين أفراد الشعب ونحن من نضع دستور لبلادنا من خلال انتخاب هيئة تأسيسية كما جاء بالقوانين الدولية نضع دستور للبلاد يعني تكلم ضيفك عن أنه هناك بسطن كان فكرة من جانب أصدقائنا الروس بأنهم طرحوا أفكار هذه أفكار نسمعها منهم ومن غيرهم عندما يكون هناك هيئة تأسيسية نسمع الأفكار بين الجميع لكن نحن من نصيغ دستورنا نحن من نصيغ علاقاتنا الدولية الشعب السوري هو مصدر السلطات كلها والنهاية مهما اتفقنا في جينيف أو غير جينيف النتيجة العودة إلى دمشق وإلى الشارع السوري وإلى الشعب السوري معارضة وطنية صادقة بحبها لسوريا مع السلطة مع ممثلين لجميع فئات الشعب ممكن أن نضع دستور لبلادنا يعني نسمع ونرى ونشاهد تجارب الشعوب الأخرى لكن هذا لا يعني بأن حقنا مسلوب أو هناك من سيعطينا نسخة عن الدستور السوري أعودي ليكوستاد مسلم بالحديث عن جينيف حتى هذه اللحظة مقرر عقده في الثالث والعشرين برأيك هل سوف يتم التأجيل مرة أخرى أم أنه سيعقد في موعده وهل سيكون سيناريو جينيف في جولته الرابعة مشابه للجولات السابقة أي أنه سيخرج بدون نتائج أم أن لكل المتغيرات التي حصلت في الفترة الماضية سوف يكون لها ثقل على طاولة جينيف يعني تأجيل جينيف من موعد إلى آخر هو دليل واضح على أنه لم يحضر حتى الآن نهائياً طبيعة الحوار أو هناك الأوراق التي ستناقش بشكل مفصل وما حدث في الأستانة هو قد يكون مؤشر على ما سيحدث في جينيف ولكن بشكل موسع أكثر وبجوقة تشوى الدول أخرى وأعتقد أن اجتماعات أسلطة الدور الأمريكي لو سمحت لي أستاذ مسلم بالتحديد في هذه النقطة فيما يتعلق بالتعطيل من عدمه هل سوف يعطل ويعرقل كما كان يحصل في المرات السابقة الدور الأمريكي يعني يجب أن نكون واقعيين جداً لم يتغير نظرته للأزمة السورية ولن يتغير لاحقاً الأمريكي فقط له أولويات مختلفة حسب قيادة أو إدارة الحكم في أمريكا الجديدة عندها أولويات تختلف عن أولويات أوباما ولكن استراتيجياً الولايات المتحدة واضح موقفها في سوريا وفي الشرق الأوسط وهي تسعى بشكل مباشر ودون مواربة خاصة مع العهد الجديد إلى الدفاع عن مصالحها الضيقة جداً والإشارة مباشرة على أن كل الدول دون السسناء العربية منها وحتى الأوروبية يجب أن تدفع كل ما تتكلفه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أو في غيرها ويقول أنه يجب أن نحصل على آبار النفط وبشكل مباشر من العراق أو من غيره إذن هذا هو الأمريكي وانطلاقاً من هذه الأهداف وهذه المنطلقات سيحدد موقفه إن كان في جينيف أو في غيرها لكنه لن يكون هو الفاعل الأساسي حالياً في جينيف لأنه ما زال يعيد ترتيب أوراقه وأعتقد أنه لاحقاً سيتدخل بطريقة أو بأخرى ولكن حالياً في جينيف ليس هناك برنامج واضح أو ورقة واضحة من أجل مناقشتها لأن ما حصل في الأستانة هو دليل على أن جينيف سيكون أكثر أوسع مشاركة من دول وأطراف لكنه سيؤدي إلى نفس النتيجة التي أدت إليها أستانة أبقى في ذات النقطة وأقولها لأستاذ نعيم هل توافق أستاذ مسلم بأن جولة جينيف المقبلة إن عقدت في الموعد المقرر في الثلاث والعشرين سوف تكون مشابهة لما حدث في اجتماع أستانة؟ أنا أتوافق معه أتوافق معه تماماً يعني هذا اليوم اللي شفنا لي صار بأستانة هو صورة مصغرة عن ما سيحصل في جينيف لأن هناك مصالح يعني كما قال الإدارة الأمريكية تغيير الوجوه لا يعني تغيير السياسة الأمريكية السياسة الأمريكية تبحث عن مصالحها إلى جانب أنه شخصية الإدارة الجديدة شخصية تجارية تبحث عن الربح والخسارة إلى جانب مواقفها التي سمعناها خلال الأيام المعدودة يعني هي فلن ستعرق الموضوع جينيف ودليلي على ذلك ما حصل في أستانة بالنسبة للوفد التركي يعني تأخر وصول الوفد التركي تأخر وصول الوفد الفصائل المسلحة أو الارهابية على نفس الطائرة مع الجانب التركي يعني هذه كلها مؤشرات على أن هناك ما تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لا يتصرف من عندهم كلهم تحت المظلة الأمريكية فبالتالي جينيف سيكون مرحلة شاقة لكن أنا دائما لا أبني آمال على المسير الدولي أو المبعوث الدولي أنا لا أبني آمال عليه أنا أبني آمال على الشعب السوري أبني آمال على أبناء بلدي اللي لازم يعني يكون عندهم إحساس تام خاصة المعارضين الوطنيين أنا دائما أركز عليه المعارض الشريف المعارض الذي يحب سوريا يحب أهله في سوريا أركز عليه نحن لا يعنيني أنا كثيرا كمواطن سوري زهابوا إلى جينيف بقدر ما يعنيني ما سأحصل عليه أنا كمواطن سوري هل هو مؤامن بسوريا بوحدة ترابها بسلامتها هل هو يرضيه ما حصل لسوريا لحتى تاريخ اليوم هذه الأطماع من دول متعددة أولها عدونا إسرائيل الصهيونية التي تأخذ في فلسطين يعني بعد ست سنوات ما زال لسه عنده فكرة للمناورة والمحاورة ما زال لسه عنده إلى الآن لم يطرح برنامج سياسي حتى نسمعه إذا كان معارضا يجب أن نتحد مع بعضنا كشعب سوري سواء ذهبنا إلى جينيف أم غير جينيف يجب أن نحارب الإرهاب سوية ومن ثم نجلز على الطاولة ونتفاهم كيف نريد مستقبل لسوريا كيف نريد سوريا غدا لأبنائنا يعني نحن قد نكون نقول مستقبلنا خلفنا لكن أبنائنا مستقبل للدام وهذه أمانة أنا بحملهم إياها لكل معارض وطني يعرف تماما أنه مستقبل أولادنا بأيديهم الآن لازم يفصلوا عن أي أجندة خارجية إذا كان مرتبط ممكن يتقي هذه الأجندة ويرجع يفكر بسوريته يفكر بسوريا يفكر بولادنا يفكر بجامعاتنا يفكر بمستوانة العلمية لوين كان لازم نصل نحن لوين وصلنا بعد ست سنوات مين نأزى نأزى المواطن السوري فأنت عم تحكي بإسمي أنت عم تقول إنك سوري وعم تحكي بإسمي طيب تعفرجيني أنت شو قدمتلي بالست سنوات شو قدمتلي بالمماطلة والتسويف والارتباط بأجندات أنا كمواطن سوري شو أخذت منك أنت أخذت حالك فأنت غير معارض المعارض بيكون إنسان نبيل المعارض بيكون إنسان سياسي شريف بيحب بلده بيخاف على ولاده بيخاف على وطنه بيخاف على أمته على دينه الإسلام والمسيحية نحن أولاد دين واحد كل ياتنا منؤمن برب العالمين أبناء سوريا عشنا مع بعضنا البعض كنيستنا مع الجامع تنتين جنب بعضهم البعض يسألوا أنفسهم لوين أخذيننا لوين عم تروحوا شو عم تعملوا إلى الآن مفروض نوقف مع بعضنا ضد الإرهاب وبعدين نتكلم بشلومنا نحل مشكلتنا بسوريا أعودي ليك أستاذ المسلم للأسف في الوقت تدركنا سريعا الكثير من النقاط يجب بحثها ما يتعلق بالمرحلة المقبلة أستاذ المسلم بناء على المعطيات التي تحدثنا عنها عن هذه المماطلة التركية والعرقلة وهذا الحاصل هل سوف تحمل المرحلة المقبلة تحدث في الميدان تصعيدا إرهابيا بالتالي يعني التصعيد الإرهابي لم يتوقف كان هناك وقف لبعض إطلاق النار في بعض المناطق المحددة بنتيجة لما تم الاتفاق عليه كما قلنا ما بين تركيا وروسيا وإيران ولكن المنظمات الإرهابية بدأت ومستمرة وستستمر بتصعيدها وستأخذ أشكال مختلفة لاحقا إذا كان وقف إطلاق النار سيشم المناطق أخرى سيكون له أشكال كما قلت من التفجيرات والاغتيالات والهجومات المعينة هذه المنظمات الإرهابية لن تنتهي أو بالأحرى لم ينتهي دورها حتى الآن خاصة من مشغلينها بالأساس إن كانوا من بعض الدول العربية أو من البلاد المتحدة الأمريكية نتيجة لما تتوقعه من إنجازات تستطيع أن تنتقل بها إلى طاولة المفاوضات إذن العمل الإرهابي مستمر ولكنه نحن نلاحظ أن الحرب في سوريا بدأت في مراحلها الأخيرة ويحاول الكل الاستفادة لإنجاز ما يمكن أو كسب ما يمكن كسبه من أجل طاولة المفاوضات وهذه الدول ستستعمل الإرهاب في مرحلته الأخيرة للانتقال إلى طاولة المفاوضات على خلفية مكتسبات معينة ميدانيا أشكرك جزيلا شكر لوجودك معنا الأستاذ المسلم شعيت ومدير المركز الثقافي الروسي العربي كنت معنا عبر خدمة سكايب من سان بيترسبرغ شكرا جزيلا لك أستاذ المسلم أود لك أستاذ نعيم نختم بما يتعلق بالنقاط الإيجابية التي خرج بها اجتماع أستنى والتي يمكن بناء عليها فيما يتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية إمكانية ضم جبهات أخرى يعني أنا برجع للمؤتمر الصحفي الذي أدل به الدكتور بشار الجعفري هذه النقطة طبعا برغم من كل محاولات التعطيل مقابلة التركي هذه النقطة إيجابية لأن هناك قرار دولي إلى 2068 أيضا بشهر شباط عام 2016 يتعلق بوقف الأعمال القتالية في سوريا الدول الضامنة التي اجتمعت مع الجانب التركي لأنه للأسف الجانب التركي لم يعد دولة ضامنة فأصبح يجب أن يضمنوه لنا يعني سواء إخوتنا الإيرانيين أو أصدقائنا بالاتحاد الروسي فهم تم بينهم مباحثات من أجل أن يضمنوا لنا الجانب التركي مع التنظيمات التي تعمل بإمرته وبقيادته وبتمويله الأيام القادمة ستكشف مدى تورط الجانب التركي أكثر من ما شاهدنا إلى الآن بهذه العملية ومدى تنفيذها للقيادة الأمريكية الجديدة أيضا في تورطها في سوريا ومطامعهم في سوريا أشكرك جزيلا شكر الأستاذ نعيم أقبيق الباحث في القانون الدولي الإنساني شكرا جزيلا لك أستاذ نعيم شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأخبار يا سوريا أينما كنتم في أمان الله موسيقى